رواقع التابعين ربنا يجزي عننا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لازم هتحبوه زي ما كلنا حبناه فعلا بجد قلنا يا جماعة في الحلقة الماضية كانت بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما اشتد أذى المشركين على المسلمين على الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا وإنها أرض صدق شاهدتين بشهادهم النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خاصة بالنجاش نفسه وشهادة خاصة بالبلد نفسها الشهادة الأولية أن الراجل ده لا يظلم عنده أحد يعني إنسان عادل جدا كلام ده كله نبي عارفه بوحي من السماء من عند المولى عز وجل الحاجة التانية قال وإنها أرض صدق الناس هناك ناس صادقين ناس أفاضل آهم على ديانة تانية لكن يا دوب بس انت تذكرهم بالله وأول ما فعلا يدخلوا في هذا الدين هتشوف ناس بجد هتشوف منهم خلق الصدق عالي جدا جدا وأجمل ما يتحلى به المؤمن هو الصدق وريزا قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه يا سلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ربنا يرزقنا لكم الصدق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا شاهد في الموضوع حالي بقلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أنهم يروحوا يهجروا الهجرة الأولينية لبلاد الحبشة كان على رأسهم عثمار بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد هناك فترة ولما تلعت بقى شاعت أن المشركين سجدوا خلف النبي وتي كانت حقيقة لكن اتفهمت غلط وظنوا أن المشركين أسلموا فقال لهم ارجعوا الدنيا بقت أمان فرجوا لقوا الدنيا صعبة جدا جدا وبالتالي رجعوا مرة تانية الهجرة التانية إلى بلاد الحبشة وكان في الوقت ده عدد المهاجرين كبير جدا كان عددهم تمانين تمانين رجل وامرأة وهجروا إلى بلاد الحبشة سرا من وراء كريش كريش تتبعتهم محاولة توصل لهم علشان تقضي عليهم أو على الأقل لتمنعهم من الصفر لكن ما قدرتش كريش أن هي تمنع الصحابة من الصفر إلى بلاد الحبشة في الوقت ده حبايب قلبي كريش لما ملحيتش الصحابة وهم مهاجرين للحبش قالوا بس يبقى طالما إحنا معرفناش نمنعهم نبعد حد يروح لهم ونعمل مؤامرة معينة كده بحيث أن إحنا نقدر أن إحنا نخلي ملك الحبش اللي هو النجاشي يرجع لنا التمانين دولار يجوا هنا بقى هنوريهم بقى عذاب وسلخ وجلد وحرق بالنار ويعني كانوا عايزين يعملوا فيهم حاجة يعني ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين بعتوا مين بعتوا اثنين من أذكى الناس في الوقت دوت بين المشركين قبل أن يسلموا طبعا قبل أن يسلموا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وقالوا طبعا من باب بقى البروتوكولات اللي بين الدول لابد أن إحنا برضو نقدم برضو شوية هدايا علشان نقدر نعمل يعني إيه يبقى فيه مدخل وإحنا داخلين نتكلم ويبقى لنا عنين إحنا نتكلم ونطلب الطلابات اللي إحنا عايزينها وراحوا محملين الجمال بتاعة الاتنين والسفينة اللي سافرت بيهم راحوا محملينها بكمية هدايا لا تختل على قلب بشر ومن ضمنها مجموعة من الجلود النادرة اللي كان النجاش بيحبها جدا هو والبطارقة والقواد اللي عايشين معا بعتوا عمر بن العاص وبعتوا عبد الله بن أبي ربيعة وحملوهم بالهدايا وقالوا لهم خطة عجيبة جدا قالوا ما تخشوش مباشرة على النجاش لازم حد يمهد لكم الجو خليكم أسكياء انت دخل على الرئيس جمهورية مش مولا تخش خط رزق على الرئيس لأ لازم تروح للوزراء بتوعه والنائب بتاعه وتدي هدايا هنا وتزبط هنا يوم هم داخلين مقدمين لك مقدمة كبيرة عنده فلما تخش يبقى ليك وجاهها ويبقى إيه ليك مكانة تقدر تتكلم معاه هو ده اللي عملوه وبالفعل يا جماعا دخل عمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة وراحوا مدين شوية هدايا إنما إيه بقى من اللي قلبك يحباه لمين للبطارقة للقوات القوات بتوع النجاشين وقالوا لهم إنه قد حل في أرضكم غلمان من سفهائنا صابقوا عن دين آبائهم وأجدادهم ومزقوا كلمة قومهم ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا أنتم يعني طب ياريتهم كان دخلوا في النصرانية خبالك شوف الزكاء يعني عايز يقوله أنت دينكم جميل قوي طب ياريتهم كان دخلوا في الدين بتاعكم كنا رضينا ومزعناش إنما لا فضلوا معانا في عبادة الأصنام ولا دخلوا الدين بتاعكم دخلوا الدين تالت خالص بعيد وصابقوا عن دين الآباء والأجداد فلما نيجي نتكلم النجاشي ياريت أنتو تشجعوه وتكلموه وتقولوله إن احنا الكلام اللي قلوه ده كلام مزبوط جدا فتساعدونا إن احنا نرد الغلمان دولة لأهليهم علشان يعقلوهم ويرجعوهم لدين الآباء والأجداد ده مختصر الكلام يعني بقوله لكم البلد كده قالوا طيب خلاص ما فيش مشكلة مهدوا لهم الجو وظبطوا لهم الدنيا وتاني يوم عملوهم لقاء مع النجاشي رحمه الله رحمة الله سعى حد الآن النجاشي لسه ما أسلمش خد بالك حد الآن النجاشي وراجل عادل وراجل فاضل وراجل من خير تناس لكن لسه إيه ما أسلمش فرحوا البطارقة واخدين معاد لعمر بن العص وعبد الله بن أبي ربيع مع النجاشي أول ما دخل الاتنين على النجاشي سجدوا له سجود تحية خد بالك هم لسه دلوقتي ما يعرفوش لا إسلام ولا أي حاجة واخد بالك عمر بن العص وعبد الله بن أبي ربيع على الاتنين مشركين والنجاشي كان رجل نصراني فبالتالي كان يعادي يعني هم كان الحاشية بتخش تسجود له سجود تحية زي ما كان يحصل مع سيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا يعني سجود تحية دخلوا الاتنين سجدوا للنجاشي وابتدوا يتكلموا بإحترام وأدب ووا مختصر الكلام قالوا يعني أنت رجل الملك عادل وفاضل ويعني في غلمان عندنا من القبيلة بتاعتنا صبقوا عن دين الآباء والأجداد وتركوا عبادة الأصنام ويردتهم دخلوا في النصرانية بتاعتك يعني لا دخلوا دينا ولا دخلوا دينك دخلوا في دين تاني خالص مع واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذا وكذا وكذا وهم غلمان صفهاء فرقوا كلمة القوم وعملوا فتنة طائفية وعملوا مشكلة كبيرة في البلد فنرجو منك أن أنت تردن هؤلاء الغلمان نرجع بيهم لأهليهم ولقومهم عشان يقدروا يتعاملوا معهم إلى غير ذلك النجاشي زي ما قلت لك رجل عادل ومين لقال كده دمشانا ده النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هو يعني ما بيحكمش في أي مسألة إلا ما لازم يوقف الطرفين قدام بعض ده درس كبير قوي درس كبير في غاية روعة فقال لهم لا والله لا أسلمهم لأحد أبدا حتى أسمع كلامهم ييجوا الأول واسمعهم بيقولوا إيه واعرف رأيهم ربما أنتوا تكونوا بتقولوا كلام غلط إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا يا مسلمين يا مسلمين اللي ممكن واحد من خيرة الناس يتنشر عنه كلمة في جريدة فاجرة يتقال شوف يا عم ده اللي كنا بمش عارف إيه جالة تانية تقولك عنه كلمة تقول تقول النجاشي كانش راجل مسلم ولكن كان عاقل كان راجل عادل عارف إن مادام سمع كلمة على حد ما يسلمش للكلام ده حد ما يسمع الطرف ده ربما يكون هو اللي صاحب حق قال لهم لا أسلمهم أبدا لكم حتى أسمع كلامهم وأقف على عقيدتهم فإن كانوا على شر أسلمتهم لقومهم في الوقت ذلك حق وإن كانوا على خير حميتهم وأحسنت إليهم ما داموا في بلادي وفي جواري ثم قال وإني والله لا أنسى فضل الله عليها أبدا فقد ردني إلى أرضي وحماني من كيد الكائدين ورد إلي ملكي مرة أخرى أنت عارفين أن أبو كانت أتل وأبو كانت النجاشي الكبير أبو كانت أتل وعمه مسك مكان واتأمره على قتله هو وربنا قدر أن عمه يصف في نفس اليوم بصائقة فيموت ويرجعه هو للملك بتاعه ويبقى هو النجاشي على بلاد الحبشة يا سلام فبيقول أنا منساش فضل ربنا علي ما ناس كادت بي وكانوا عايزين يقتلوني وراحوا بقعوني بستمائة درهم وربنا قدر أني أرجع في نفس اليوم علشان أبقى نجاشي الحبشة ومالك الحبشة فلا يمكن أظلم حد أبدا دعا النجاشي والصحابة بعت لهم دعوة عن طريق البطارقة بتوعهم قال لهم روحوا دعوا لي الناس دي هاتوهم وقدام عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعي اللي الاتنين يبقوا فشوا بعض وعايز أسمع أشوف كلام الناس دي مين اللي على حق لو كان الناس دي لو كانوا على حق هيبقوا في جواري وفي أماني ولا يمكن لا يمكن أسلمهم لأحد وإن شاء الله يفضلوا في أماني ما دامه في جواري وإن كانوا على غير ذلك كانوا فعلا الناس مش كويسين هردوهم وخلص منهم على أقل مش عايز حد زي كده في بلدي يعمل لي مشاكل في بلدي وبعدين الصحابة اجتمعوا اجتماع طارق نعمل إيه في المشكلة دي عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاص يا طرق قالوا إيه للنجاشي لحسن يقولوا قالوا له كلمة وحشة في حقنا طب هنرد عليه نقول له إيه فقالوا اتفقوا اتفق على كلمة واحدة أن الصدق من جاء هنقول كل ما جاء من عند الله وكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هنجامل ولا هنجدب ولا هنلف ولا هندور الصدق من جاء حبيب قلبي أن أنت تفكر أحيان أن الإنسان لما يلف ويدور بينجو لا ده اللي بيصدق هو اللي بينجو وإن كان في بداية الأمر ممكن يبتلى ويختبر ولكن في النهاية الصدق من جاء وبالفعل راحوا للنجاشية في اليوم التاني فأول ما دخلوا سلموا على النجاشي بكل أدب وكل احترام وقعدوا عمر بن عاص رضي الله عنه وارضانه طبعا وكلسة مشك ساعتها حبي يلبسهم في الحيطة خب بالك بقى من زكاء وزكي جدا جدا زكاء يعني مخيف يعني فأول ما دخلوا وسلموا على النجاش يعني دخلوا وسلموا عليه قالت التحية وسلموا عليه وقعدوا فقال لماذا لم تسجدوا للنجاشي كما يسجدوا له الناس انتوا ليه ما سجدتلوش خب بالك وعايز يوقعهم مع النجاشي اللي بقى ايه اللي بقى ان النجاشي لو هو مخه على قده يعني كده يرم آسعين ما سجدتوش ليه ليه انتوا بتستكبروا انتوا تسجدوني طب دخلوا من السجن او رجعوا بلادهم الله الحق عليه حلاوة وطلاوة وجمال والإنسان لما يكون معاه الحق الناس كلها بتحبوا وبتحترموا فقالولوا قالولوا احنا لا نسجد إلا لله يوم يحصل في المقابل النجاشي ابتسم واحترم كلامهم وحاس انهم ما ناس محترمين فانبسط جدا آه ما بيسجدوش إلا لله ليهم حق ما يسجدوش إلا لله فهز النجاشي رأسه إعجابا بما قاله ثم قال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به ولم تدخلوا في دين قومكم ولا في دين عايز حد فيك يرد علي في الوقت دوت اجتمع الصحابة جميعا على أن يكون بلغة العصر المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي هو جعفر ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب يا جماعة هيعرض أخطر قضية في الكون وفي العالم ده كله على النجاش على ملك من ملوك الدنيا على النجاش ملك الحبشة في دقيقتين حط نفسك مكان سيدنا جعفر هيوقفوك قدام ملك أو قدام رئيس دولة وبيقولولك اعرض عليه الإسلام وكل ما في الإسلام تقريبا مختصرا في دقيقتين من خلال الدقيقتين دولة هتبرق نفسك وتبرق اللي حواليك وتخلي الرجل ده وتحب الإسلام وممكن يخش في الإسلام هتعمل ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك كالملائك في السماء مطهاري ملائك في السماء مطهاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تحانوا نتشوف جعفر بن أبي طالب أعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة عمل ايه جعفر بن أبي طالب عمل حاجات أنا والله العظيم أقسم بالله لو واحد واخد سبعة دكتوراه وقلت له اختصر لرسالة الإسلام في دقيقتين قدام ملك مملك الدنيا أنا أعتقد أنه مش ممكن هيقول نفس الكلام اللي قاله جعفر بن أبي طالب حاجة حجيبة جدا مشي مع النجاش في خمس محاور الخمس محاور دولة جماعة اختصر له رسالة الإسلام كله واستقطب قلب النجاشي عشان يخش في الإسلام ويحب الإسلام تحانوا نشوف عمل ايه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضان رح مكلم النجاشي في خمس محاور الخمس محاور دولة زي ما قلت لكم من خلالهم هيخلي الرجل ده يعرف ايه هو الإسلام ومين هو النبع السلام وإيه هي رسالة الإسلام وفي نفس الوقت هيوصله لمرحلة أنه يسلم بعد ذلك اسمع معي بقى أهرارك من وراء أول حاجة احنا قلنا يمشي معاه في خمس محاور أول حاجة بدأ يعرض عليه مساوي الجاهلية عايز يقول له احنا كنا عاشين في مصايب والحمد لله ربنا أكرمنا بالدين الجميل ده قال له أيها الملك كان ممكن يقول له حضرتك أو يا نجاشي أو أي حاجة لا أنزلوا الناس منازلهم ده ده درس من دروس النبع السلام نحن ننزل الناس منازلهم ولذلك النبي لما كان بيراسل الملوك كان يرسل لناس كفرة إلى كسرة عظيم الفرس إلى قيصر عظيم الروم بيدلوا منزلته وده من الدين يا جماعة ومفروض مالوش علاقة بالولاء ولا البراء ما تخفوش لكن ده من الدين أنت تنزل إنسان ما نزلته قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية بيوصف له الحالة البئيسة اللي كانوا عليها قبل الإسلام كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي مننا الضعيف خب بالك من زكاء سيدنا جعفر ما ذكرلوش حاجات ممكن أختلف عليها أنا وإنت يعني ما قالوش حاجة ممكن أختلف عليها كان ممكن يقول له حاجة معينة مثلا فقول له طب وفيها إيه طب ما عادي يا ابن إيه المشكلة ما قالوش كنا بنسمع مزيكة طب ما عادي طب ما احنا بنسمع مزيكة ما قالوش احنا كنا نشارب بنا من كذا يقول له طب ما عادي إيه المشكلة يعني لكن قالو حاجات ما يختلفش عليها أي إنسان مشرك أو كافر أو مسلم أو غيره أو أي صاحب أي ديانة إن الحاجات دي حرام حرام إن إحنا ناكل بعض حرام إن إحنا نقطع الأرحام حرام إن إحنا نسيء الجوار حرام إن إحنا نأكل الميتة حرام إن إحنا نعبد الأصنام فذكر له حاجات مسلمات وده زكاء من سيدنا جعفر علشان ما يحصلش لغط ورغبطة ومشكلة ونقعد نخرج من الموضوع الأساسي ونخش في مواضيع فرعية زكاء خليك زكي لما تكون بتدعو حد ركز له على نقاط هو ما يختلفش عليها ما تجيش لوحد ما بيصليش وتيجي إرسة هتدعوه للصلاة وتقول له بس خب بالك لما تقوم من الركوع سامع الله ولمن حمد هل يزد حط يدك على صدرك لو حطتها جنبك يبقى الصلاة مش عارب فيه إيه هتخش معه في خلافات ورسة ما صلاش لأ خليك زكي اشتغل معه في الحياة اللي ما يختلفش عليها اتنين والفعل ذكر له الحاجات ما يختلفش عليها اتنين طيب ثم بعد ذلك ذكر له المحور التاني المحور التاني يبقى أول حاجة بدأ يعرضه حالة الناس في الجهلية قبل الإسلام ثاني محور بدأ يعرفه بصاحب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حاب يعرفه مين هو النبي لحسن يحسب ان النبي ده واحد عادي جدا جدا من أسرة بسيطة أو من قبيلة يعني ليس لها قدر ولا قيمة وانه جاي يعني عايز يقلف دين من عنده وعشان يوصل بقى للزعامة وللملك وللفلوس لا بيعرفه انه هو من أفضل القبائل ومن أشرف الناس نسبا ومن أفضل الناس خلقا ودينا وأمانة والدنيا كلها تشهد له وعلى أول هؤلاء أبو جاهل وأبو لهب لما كانوا يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وفصلوا وعارفين جده ده كان هو رجل الأكبر في مكة وكان زعيم مكة وكان وكان وعارفين أصوله كلها صلى الله عليه وسلم قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه الله أكبر فدعانا إلى الله ليه لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان عايز يقول له إيه واحد إحنا عارفين نسبه وأصله وفصله وعارفين صدقه وأمانته حتى أيام الجاهلية عارفينه إن إنسان صادق وأمين وعفيف ومحترم وطيب واوا وخلوق فجي ما طلبش من هنا حاجة وحشة ما قال ناشي كله في بعض ما قال ناشي تخنقه ما قال ناشي سرقه ما قال ناشي إذنه بلن عبده ربنا وحيده ربنا ابعيده عن الأصنام والأوثان دي حاجة وحشة النجاش ينبسط كده وانبسط كلام جميل ومقنع وبعدين زي ما قالت لك حاب قلبي صيرة الداعية بتمفع في دعوته النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معروف إنه الصادق الأمين العفيف اللي محدش يختلف على صدق وأمانته ولذلك لما جيه قالوهم محدش مكدبه لكن هما المشكلة إيه إنه هما يعني كبري بقى عايزين زعمات وعايزين 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 وإش معقول أنت اللي تبقى النبي وكيف ندرك هذا كنا كفرسية رهان لكن وكان إنتوا بتسقوا إحنا بنأكل الحجيك إنتوا بتعملوا إحنا منه إنما لما تقول منا نبي طب متى ندرك ذلك كانت مسألة إيه مسألة كبر إن لا لازم يكون مننا إحنا لا مش عارف إيه طب ده بيتعارض مع تجارتنا إحنا منتجر في الخمر أو منتجر في الأصنام إلى غير ذلك إنما هما ما يختلفوش على النبي عليه الصلاة والسلام ولما دعاهم بدأ الأول بإيه بالتوحيد التوحيد يا أمة التوحيد صلى الله على الحبيب محمد بعدها أول جعفر ونبي طالب بدأ يخش على المحور الثالث بأول محور وصف له حالة الناس في الجاهلية محور الثاني عرفه بشخص النبي الحاجة الثالثة بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هو دعوة النبي الدعوة اللي جاي بيها صلى الله عليه وسلم فقال له وأمرنا خد بالك بقى شفت جعفر ونبي طالب خد بالك الكلام ده كل جماعة المسلمين في دقيقتين في دقيقتين جعفر بن أبي طالب ركز دماغه في خمس محاور هقول له كل حاجة عشان عنده صورة متكملة عن الحالة الجاهلية ودعوة النبي ومين هو النبي وحاجات كده معانا في خمس محاور في دقيقتين يكون الرجل لأنه وقت الملوك غالي مش هعرض مع واحد مالك أفضل أحكي له التفاصيل وقول له ابنتوضى كذا وابنعمل كذا وابنسوي كذا ولما ينتقد ردوه نعمل كذا لا دخل في خمس محاور بيختصر له رسالة الإسلام ورسالة النبي وشخص النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بعد كده في المحور الثالث يعرض عليه رسالة الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا يعني أمرنا بحاجات ونهانا عن حاجات ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقضف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام الله كأنه عايز يقول له هو ده دينا ودي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم عايز يقول له يا نجاشي يا أيها الملك في حد يختلف على الحياة الجميلة ديت النبي ما أمرناش بمعصية ده بيأمرنا من احنا يعني صدق الحديث وأداء الأمانة والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وعن كذا وأمرنا بالصلاة والزكاة حاجات ما يختلفش عليها اتنين على وجه الأرض وعقلاء مش هقول متدينين عقلاء ما يختلفوش ولذلك شوف لما جعف رمي بيطالب يقول له يقول له شوف الكلام يقول له ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مالي اليتيم وكذا وكذا ده يا جماعة ده إسلامنا ده دين عظيم قوي يبقى يجي واحد النهاردة يقول أن الدين بتاعنا دين انتشر بحد السيف أقول له كذاب عمر ما ديننا انتشر بحد السيف أبدا لأن مجرد الدعاء على المشيكين كان النبي بيرفضوا إلا في حالات مخصوصة جدا فعند مسلم لما اشتد الأذى على المسلمين السحابة رح قالوا لرسول يا رسول ألا تدعو الله على المشيكين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعث رحمة في الطائف لما ملك الجبال جاله وقال له إذا أطبق غنام لخشبين قال لا إني لأرجو الله ليخرج من أصلابين من يعبد الله سبحان الله لما يجيله عمير بن وهب لما اتفق مع صفان بن وهب على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويروح لعمير بن وهب ويكتشف النبي إنه كان جاي عشان يقتله ويقول له يا عمير بل جلست أنت وصفانه اتفقتم على قتل وهب والله حائل بيني وبينك ورغم ذلك يعفو عن عمير بن وهب يقول يعني فقه أخاكم في الدين وأكريمه مثوى وأطلقوا له أسيرة ومواقف كتير جدا جدا لدرجة وصلت رحمة إني مع السلام حتى بالحيوان ويقوصف لنا ويقول لنا غفرة لامرأة بغي كانت تتاجر بأرضها لأنها سقط كلبا وفي المقابل يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لها هي أطعمتها ولها تركتها تأكل من خشاش الأرض وكان النابع السلام في الحرب في عز الحرب يقول اغزوا باسم الله وفي سبيل الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغطلوا طفلا وريدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا كذا ولا كذا حرب كلها أخلاق بفضل الله زي ما بيقولوا إن لسيوف المسلمين أخلاقا خدت بالك ولذلك اسأل أحبار اليهود عن النابع السلام وعن أخلاقه في حربه مع اليهود وفي معاهداته مع اليهود صلى الله عليه وسلم عمره في حياته مغادر بحد الدرجة أنه في يوم الهام عرف أنه غلام يهودي كان مريض. حديث في البخاري رح ظهر الغلام وقال أسلم يا غلام. فالغلام بصل أبوه. فأبوه قال له أطع أبو القاسم فأسلم الغلام. فخرج النبي ويبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقضه من نار جهنم واختملك بحديثين في غاية روعة. كان النبي ينهى عن قتل المعاهد. المعاهد ده رجل مش مسلم. لكن الديناله عهد. والديناله عقد أبان. حرام أن أنت تقدر به. حديث الأولين. نواب نحبان بسند صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح. مش هيشم. لم يرح رائحة الجنة وإن رحاها لا يوجد من مسيرة مئة عام. حديث التاني في كتاب تاريخ البخاري في تاريخ كبير سند صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من أمن رجلا. عايز الحديث ده. بالله عليكم. الدنيا كلها تسمعوا. من أمن رجلا على دمه فقتل. فأنا بريء من القاتل. وإن كان المقتول كافرا. يا سلام. تعال نشوف المحور الرابع اللي دخل فيه سيدنا جعفر بن نبي طالب. بدأ يحكي له الظلم اللي حصل للمسلمين بعد ما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال. فصدقناه وآمنا به. واتبعناه على ما جاء به من عند الله. فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا. وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعد علينا قومنا أزونا وبهدلونا وضربونا وأتلونا. فعذبونا. وافتتنونا على ديننا. ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. ورح خاتم المحور الخامس والأخير. يبقى ذكر حالتهم في الجاهلية. ثم عرفوا بشخص النبي. ثم عرفوا برسالة النبي. ثم عرفوا بالأزل اللي شافوا من المشركين. ثم ختم الرسالة بكلمات رقيقة جدا في حق النجاش عشان يلقى قلبه. قال فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. الله عايزك تكون سفير لدعوة ربنا. عايزك تكون سفير بجد. بجد والله. إيه اللي حصل من النجاش لما سمع الخمس محاور الجمال دولة من جعفر بن نبي طالب اللي اختصر له الرسالة كلها في خمس محاور. ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في حلقة بكرة هنشوف كنرد فعل النجاشي عمل إيه. وعشان فحلاً تحب الرجل ده. وتقدره تحترمه وتدعوله من قلوبكم. يا حني صبحانك الله ومبا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. محبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.